أطباء ألمانيون يحذرون من الشخير بعد أن اعتبرته الجمعية الألمانية للطب نذير لمشاكل صحية خطيرة. وأوضحت الجمعية أن الشخير يشكل خطراً كبيراً عندما يكون مصحوباً من غطاع النفس أثناء النوم. مضيفة أن هذا النوع ينذر بالإصابة بالطرابات القلب أو السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب. إذ إنه من الممكن أن يترتب على عدم حصول القلب على الأكسجين بشكل كاف وبشكل غير منتظم خلال الليل إلى مشاكل في القلب مع مرور الوقت. والخطر الآخر يتمثل بضعف الذاكرة بسبب عدم وصول الأكسجين بشكل كاف ومنتظم إلى المخ. ومع مرور الوقت يؤدي لحدوث خلل في الذاكرة وفي تأدية وظائف المخ الأخرى. وأشارت الجمعية أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى المعاناة من الشخير، مثل البدانة وطعاط المشروبات الكحولية، ويصبح من الحالات الأكثر شيوعاً مع التقدم في السن، بينما الوراثة هو العامل المحتمل للإصابة بتوقف التنفس الانسدادي الخطير أثناء النوم. وداعت الجمعية إلى ضرورة استشارة الطبيب للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، ويتبثل العلاج في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم، وفي الحالات المستعصية هناك ضرورة في إجراء جراحة.